يريدون أن يتدبروا القرآن ده شيء رائع لكن يتدبر القرآن بنفلات بنفلات من غير ضابط هذا ما ينبغي أن يكون أو يتأمل القرآن بعشوائية من غير أن يحكمه سبب من أسباب النزول ده عشوائية ولذلك أنا عاوز النهاردة نفهم إيه أهمية أسباب النزول في حياة الذي يريد أن يعيش مع القرآن نقطة مهمة جدا أنت عارف الأول يعني سبب نزول؟ عارف يعني سبب نزول؟ طيب شوف يا سيدي سبب النزول هو أن تقع واقعة في زمن النبي وأنا عايز حضرتك تشد خط تحت كلمة زمن النبي هقولك ليه الوقت؟ تقع حادثة في زمن النبي أو يوجه إلى رسول الله سؤال أو تحدث واقعة للمسلمين فتنزل آية ركز معايا في زمن النبي يحصل شيء حادثة تقع شيء يقع فتنزل آية تبين مراد الله في هذه الحادثة أو تعقب على الحادثة أو توجه المسلمين في هذه الحادثة أو واقعة تقع في مكان ما أو مع صحابة أو اثنين أو ثلاثة أو مع صحابة كلهم فينزل القرآن يعقب ويعلق على هذه الواقعة أو يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم سؤال من الأسئلة والأسئلة في القرآن كثيرة يعني يسأل نبي صلى الله عليه وسلم مثلا هل الجهاد أفضل ولا الإيمان أفضل فتنزل آية مثلا في القرآن الكريم أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهده إلى آخر الآية الكريم فتنزل آية تبين حكم الله وإجابة القرآن في هذا السؤال إذن سبب النزول مرتبط بحادثة أو واقعة أو سؤال يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون في زمن النبي عارفين اللي أقول لكم في زمن النبي لأن للأسف الشديد يعني أقرأ لبعض الكتاب أو أستمع إلى بعض المحاضرين فيقول لك مثلا اسمعوا الحتة الأولادية سورة الفيل سبب نزول سورة الفيل يخد بالك من كم سبب نزول سورة الفيل يقول لك إيه مثلا أن أبراه الحبشي أراد أن يغزو مكة وأن يهدم الكعبة لأنه بنى كعبة في بلدته ويريد أن يصرف الناس عن حج بيت الله الحرام إلى حج الكعبة التي بناها فنزلت السورة الكريمة ألم ترى كفى ربك بأصحاب الفيل كلام دا غلط يعني كلام دا إذا كرأتموه غلط إذا سمعتموه خطأ لأن سبب النزول مرتبط بزمن النبي صلى الله عليه وسلم حديثة تقع في أمام النبي أو في زمن حضور النبي أو في عهد وجود النبي صلى الله عليه وسلم واقعة تحدث أو السؤال يوجه له وصلت كده إذن لما تقرأ أن الآية دي نزلت في قوم سيدنا نوح غلط سبب نزول الآية أنها نزلت في قوم سيدنا نوح ولا سبب نزولها أن سيدنا نوح عمل كذا ولا سيدنا موسى فعل كذا ولا فرعون عمل كذا لا يا جماع سبب النزول مرتبط بزمن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص النقطة دي أنت هنا منها الحمد لله ننتقل للنقطة أخرى قالوا وهي إن سبب النزول يا جماعة إذا كان هو مرتبط بزمن النبي فقط فقط يبقى أسألك سؤال ما مصدر معرفة أسباب النزول قال لك الصحابي يعني إيه يعني لما تفتح كتاب تفسير حضرتك ما نفرح بالقرآن عايزين نفهم تفتح كتاب تفسير إذا كان سبب النزول جاء من صحابي جليل يبقى خلاص تعظيم سلام يقبل لماذا؟ اشمعنا الصحابة يعني الصحابة هم المصدر الأساس في معرفة أسباب النزول يعني أسباب النزول تقدر تقول إن علم توقيفي على الصحابة طيب اشمعنا الصحابة قال لك لأن الصحابة هم الذين عاصروا رسول الله وهم الذين شاهدوا بأعينهم نزول الوحي وهم الذين عاصروا نزول القرآن وهم الذين حضروا الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين شاهدوا الأحداث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين وجهوا الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين سمعوا الأسئلة وهي توجه للنبي صلى الله عليه وسلم إذن المصدر الأساس لسبب النزول يكون صحابي ده يا جماعة ده مسائل لازم تكون منتهية عندنا لكن هذا الانفلات الذي نراه في تفسير القرآن وهذه العشوائية في تدبر القرآن وكل واحد كده حس بمعنى في آية أو طعم في آية عمال يكتب على الفيسبوك ولا يعني أدوات التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي عمال يكتب خوطره وعمال يكتب يعني تأملاته وعمال يكتب تدبراته لا يا جماعة جميل أن نتدبر جميل أن نتأمل أنا مش ضد ذلك لكن يكون في ضابط يضبطني هذا الضابط ألا نغرد بعيدا عن أسباب النزول وصلت الفكرة لازم سبب النزول يحكمني في فهم الآية الكريمة ده عايز أقولها ولذلك يبقى أنا عند الصحابة المصدر الأول لأنهم هم الذين شاهدوا نزول القرآن المصدر الثاني كبار التابعين واخد بالك من كلمة كبار دي شدي تحتها خط أما بقولكش التابعين لأن التابعين فيهم صغار التابعين يعني صغار التابعين سنا وكبار التابعين الذين قابلوا الصحابة يعني عهدا طويلا ده مش يكون من كبار التابعين فقط ويكون من أئمة التفسير من كبار التابعين ومش يكون من أئمة التفسير بس ويكون تلقى التفسير بصورة مباشرة على يد صحابي زي إكرمة مجاهد سعيد بن جبير دول من كبار التابعين دول تلقى والتفسير على يد الصحابة زي سيدنا مثلا عبد الله بن عباس هؤلاء من كبار التابعين يعني ومش كده بس كمان ويكون الرأي اللي بيقوله أو السبب اللي بيقوله هم أغلب أحديثهم اسمها مرسيل والحديث المرسل الذي سقط منه الصحابة يعضده مرسل آخر يعني حديث آخر مرسل سقط منه الصحابة يعني حتى مش كده يعني مش مش كون أن التابعي الكبير يكون سبب النزول كذا يقبل كده وخلاص لا ده لازم يكون من كبار التابعين ومن أئمة التفسير في كبار التابعين ويكون تلقى العلم على يد الصحابة ويكون الحديث المرسل الذي أرسله وقاله لو حديث مرسل آخر يعضده يبقى المسألة مش عشوائية لها ضبط لها انضبط طيب تعالوا بقى أنا هضرب لحضراتكم أمثلة عشان نعرف يعني إذا تأمل العبد القرآن بعيدا عن سبب النزول والله الذي لا إله غيره يضل ويضل هضرب لكم أمثلة تبين لنا أن سبب النزول يعيننا على فهم مراد الله وأن سبب النزول يعيننا على رفع الإشكال والتناقض والاختلاف الظاهري اللي هو مهم الاختلاف والتناقض في القرآن ده شيء مهم ويبين لنا كثيرا من الحكم من الأحكام الشرعية وراء كثير من الآيات والله حاجة يعني شيء روعة ما بعده روعة بس لازم نعرف أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كما كان الجعبري أنزله الله سبحانه وتعالى على قسمين على قسمين قسم نزل ابتداء من غير سبب النزول يعني هو ربنا نزله قرآن الحمد لله رب العالمين صورة الفتحة مثلا نزلت ليس لا سبب في النزول الله أنزلها لحكم يعني لم تحدث حادثة ولم تقع واقعة ولم يوجه للنبي سؤال فنزلت صورة الفتحة هذا لم يحدث يبقى قسم من القرآن الكريم نزل من غير سبب نزول وهذا هو الغالب والأكثر في القرآن الكريم دي تعلمنا إيه؟ تعلمنا أنه مش كل آية وراها سبب نزول اللي مقراش بقى سبب نزول تأملها في ضوء المعنى اللغوي وفي ضوء طبعا أدوات التفسير التي ذكرها المفسرون حاجة اسمها أدوات التفسير يبقى خلاص يبقى قسم كبير من القرآن الكريم نزل ابتداء من غير إيه؟ من غير سبب نزول وقسم من القرآن الكريم وده القليل نزل بسبب نزول القسم نزل بسبب نزول ده اللي محتاجين لا نتأمل القرآن إلا وإحنا مستحبين سبب النزول أضرب لكم أمثلة على سبيل المثال هقول لكم آيات كده والله لن يفهمها العبد إلا في ضوء سبب النزول وأنا رأيت بأم عيني أناسا من الملحدين للأسف للأسف والعلمانيين وبعض الليبراليين أنا آسف يعني سبحانا أنا أقول ذلك قالوا ما أقولوه لكم في هذه الآية ليه؟ ما الذي جعلهم يقول هذا الكلام وهو كلام افتراء وكذب وتحريف للقرآن إلا خالهم قالوا كده أنهم يعني فصروا الآية أنا مش عايزة أقولها عاشوا لأنهم ما عاشوش مع الآية حقيقة يعني ولم يتدبروا الآية ولم يتأملوا الآية لكنهم يعني أرادوا أن يظهروا ظاهرا للمعنى غير المراد في الآية يعني ولذلك ضلوا عن مراد الله سبحانه وتعالى مثلا واحد يقول لك شوفوا بقى الكلام الخطير اللي أقوله العلاقة بين الرجل والمرأة العلاقة الغير شرعية يعني إذا لم تكن المرأة مكرهة فلا حرج في ذلك أنا سمعتها بنفسي لكن العلاقة بين الرجل والمرأة طالما المرأة موافقة والرجل موافق خلاص ما فيش مشكلة في ذلك يا عمي جبتك كام ده من ايه يقول لك في صورة النور في صورة النور فين في صورة النور أكرأ الآية وأرجو منكم الانتباه عشان نعرف أن لو أن الإنسان عاش مع الآية من غير سبب النزول والله يضل اسمعوا يا سيدي قال الله تبارك وتعالى وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءَ إِنْ أَرَدِنَا تَحَصُّنَا أعيد الآية كده تأمله وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءَ إِنْ أَرَدِنَا تَحَصُّنَا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَيْ يُكْرِهُنَّ إلى آخر الآية ظاهر الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء البغاء الفحشة والزنا والاختلاط وما إلى ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا وصلت دي إن أردنا تحصنا يقول لك إن شرطية إن أردنا تحصنا يبقى طالما البنت يعني رفضة هذا العمل يبقى حرام لكن هي مش عايزة تتحصن ووفق كده خلاص نقول له لا يا أستاذ حضرتك ضللت الفهم وحدت عن الحقيقة ورحت بعيدا جدا عن مراد الله في الآية هذه الآية لما نرجع لسبب النزول نفهم معناها ونفهم إنها توصف حال وتبين واقع وإن مفهوم المخالفة لا يدخل في هذه الآية لأن مفهوم المخالفة لا يدخل في بيان الواقع ويتوصف الحال وأشتعلكم الكلام ده بص يا سيدي عبدالله بن أبي بن سلول المنافق كلنا نعرفهم يعني اشتهر بالنفاق كان عنده جوال عنده نساء عنده عبيد مش كده إماء فكان يكرهن على البغاء مع ضلاله ومع أحبابي وأصدقائي هو كان بيعمل كده يكرهن على البغاء وهن النسوة كانت تكره هذا الفعل ومكرها ولا تريد هذا الفعل يبقى إذن الواقع إيه؟ الواقع إن النسوة كرهة لهذا الأمر والواقع أن عبدالله بن أبي بن سلول يكره الفتيات يبقى ده الواقع الواقع فيه كراهة جاية من الإماء أو الجواري العبيد وفي نفس الوقت فيه إكراه من السيد اللي هو عبدالله بن أبي بن سلول يبقى الواقع فيه إكراه وفيه كره إكراه من السيد وكره من الإماء وصلت كده؟ وصلت ده الواقع فنزلت الآية تنهى عبدالله بن أبي بن سلول عن هذا الفعل فقالت وَلَا تُكْرِهُوا فَتَايَتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا يعني حالة وقوع القره الموجود إذن الآية توصف حال الآية تبين واقع وطالما الآية تبين واقع يبقى لا يدخله مفهومة وخلافة زي ما أقولك وَنَبِيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ الواقع إن كل الأنبياء من الصَّالِحِين ما جيش واحد يقول لي وَنَبِيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ لأ توصف الحال ما يدخلهش مفهومة وخلافة لما ييجي الكرآن الكريم ويقولك يعني ويقتلون النبيين بغير حق ما تقولش إن في قتل النبيين بحق لا الواقع إن قتل النبيين بغير حق التوصيف للحال والبيان للواقع إن قتل النبيين بغير حق يبقى توصيف الحال بيان الواقع لا يدخله مفهوم المخالفة ترجمة نانسي قنقر